إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس لا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيل الشكر بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على منبوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد من فينا ما يحبش يشوف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام طبعا كل المسلمين يتمنوا يشوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المنام أنا بقى ربنا أنعم علي وأكرمني برؤيته وصلاة وسلام على حبيبنا محمد صلاة النناء لو بيعشارة رؤيته في المنام هنا حد ممكن يسألني ويقولي إزاي عرفتي إن الشخصية دي اللي شفتها في المنام هي شخصية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ويطرى بشار الله ده اللي أنا هجاوب عليه في الحلقة دي إن شاء الله بداية أحب أعرف نفسي للناس اللي متعرفنيش أو متعرفش قصتي من البداية الناس اللي بتشوف الفيديو ده الأول مرة أنا أختكم لها السيد غادة صابر مسيحية سابقة ربنا أكرمني وأنعم علي بنعمة الإسلام في فبراير 2019 يعني تقريبا من ثلاث سنوات عن اقتناع تام بالإسلام وبعد دراسة أخلانية اكتشفت فيها إن ربنا ما ينفعش يكون تلات آلهة وإنه ما ينفعش ينزل الأرض ويتجسد في صورة إنسان وأدركت إن الله واحد لا شركة له وإن سيدنا عيسى عليه السلام هو رسول من عند الله ولكن بعد إشهار إسلامي بدأت تصار لي بعض التساؤلات ومتيج الإجابة من ربنا سبحانه وتعالى في صور مختلفة كأن الله سبحانه وتعالى بيقولي أنت على الحق فتسبتي فبعد إسلامي بأيام بدأت أفكر في أولادي وإخوادي وأهلي وليه أنا سبتهم وإزاي أنا عملت كده وأسئلة كتير جدا كانت بالدور فعالي وفجأة سمعت صوت في نفسي بيقولي التوبة 23 ما كنتش عارف يعني إيه التوبة 23 ولا عندي مصحف أصلا ولا قرآن اتصلت في صديقة لي وقلت لها يعني إيه التوبة 23 فقالت لي لفيه صورة في القرآن اسمها صورة التوبة وفيه آية 23 زواني أفتح المصحف أقرهولي بدأت تقرأ الآية اللي بتقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقولي أنت هاجرت لربنا فما ينفعش تلوم نفسك إنك تركت الشرك وقال وبعدها بأيام بدأت أفكر في جنة المسلمين اللي ربنا وعدهم بيها وهل تختلف عن السماء اللي بيحلم بها النصارى واللي كانوا دايماً بيعلموهنا إن هي عبارة عن مكان واسع وجميل وفيه ملايكة بترنموا خلاص ومفيش أي وصف مفصل لها دي كانت أسئلة بالدور في ذهن ومن شدة تفكير في الموضوع ده شفت رؤية إن في مكان كبير فيه خضرة زهية وشمس مالية الدنيا لكن درجة حرارتها منخفضة ومش عالية وكنت لابسة سوق أبيض حرير طويل في تفاق بيجر وفاجأة فيه رابل جاي من عيد ومتوسط طول أكتافه عريضة ووشه أبيض مشرب بالحمراء ولحيته كثيفة بس مش طويلة وعينه واسع ورموشه زي ما يكون بالزبط حتى تكوحي كان في إيده كان كبير ولابس عمامة أبيض في أغدر وجلبية ببيضة في تفاق بيجر ولقيته تقدم ناحيتي ومد إيده اليمين على أطراف سوابع إيدي ومشينا مسافة مش كبيرة وكان قدامنا قصر باب الصغير فيه عتبة بدرجتين درجة وبتانية طلع أول درجة ومد إيده وإيده طلت الباب وفتح الباب بإيده الشمال وإيده اليمين طلعني الدرجتين دون دخلت القصر وأفعل علي وخلاص الرؤية خلصت على كده ولما صحيت من المنبقة الحلم ده كان شغل تفكيري جدا مش عارفة إيه تفسير الحلم مين الشخص ده اللي أنا أول مرة أشوفه في حياتي وانلاقيه المكان الجميل والأسر اللي طوبة فضة وطوبة دهب اتصلت طبعا بالأخ أحمد سليمان صاحب قناة كاشف الشبهات لإني عارفة إن الأخ أحمد كان درس في الأزهر وهو أكيد هيكون عنده تفسير للحلم ده أول حاجة سألني عن أوصاف الشخص اللي أنا شفته في الحلم أنا وصفت له الأوصاف اللي أنا شفتها في الحلم فقال لي ما شاء الله يأختنها دي أوصاف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأوصاف دي هي اللي وردت في الصنة وفهمني إن ده شرف كبير إن حاجة يشوف النبي عليه الصلاة والسلام في المنام ودي طبعا بشر عظيمة تثبيت من ربنا سبحانه وتعالى لي على دين الإسلام وقال لي إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ودي كانت أول مرة أشوف فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المنام وبعد كده بدأت الحرب علي من أهلي ومن الكنيسة علشان يرجعوني للنصرانية من خلال طبعا تشويح صورتي بقى ووسائل الإعلام وتهم المسلمين باختطافي وإغراءات سواء بالمال أو من المساومة بولادي زي ما شفنا في الفترة اللي فات ولكن دفضت طبعا في نفس الوقت بدأت بدأت وساوس الشيطان طبعا إنها تفكرني بقى بولادي وبناتي وإزاي لسبتهم وده تبكي طبعا بقاء شديد على فراق أدنائي وفي اللحظة دي ربنا يصبرني ويوسيني ويبشرني بالجنة وفي الليلة دي كانت رحلتي في الجنة اللي استغرقت تقريبا ساعة شفت فيها ما لعين رأت ولا أزن سمعت ولا ما خطر على قلب بشره شفت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وموصفاته اللي شفتها قبل كده في أول رؤية هو بيسئيني وبيسئد ناس من إيده على نهر في الجنة وشفت سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام كانه توسط الطول وشعره طويل كان بيصل تقريبا لكدفه كده ولو مشوا أبيض خمري مال خمري ما كانش بنفس الصورة اللي كنا نعرفها بيها لما كنت في النصرانية يعني الصور اللي بتتعلق عطيته أندي أول ما شفته على طول عرفت من هو سيدنا عيسى اعتزرتله طبعا اعتزرتله جدا أن كنت بعبوده هو طبعا قبل اعتزاره وشفت ناس كتير من أهل الدنيا أحب بشرهم وكلهم شربوا من إيد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أول شخصية شفتها في الجنة من اللي عرفهم شخصيا هو الشيخ محمد موسى اللي كان رئيس مكتب الإشهار في الأظهر الشريف واللي لطقت الشهادة على إيده فجزاه الله خير الجزائي وبرك الله فيه وبعد كده أنا شفت الأخ رحمة سبيع فك الله أسره وشفت كمان الشيخ أبو عمر الباحث صاحب قناة مكافح الشبهات ربنا يكرمه بنفس هيئته اللي بيطلع بها في الفيديوهات وشفت أخونا الشيخ زين خير الله صاحب قناة الشيخ زين خير الله برك الله فيه بس شفت بقى من غير مضارة شفت كمان الأخ والابن الفاضل محمود داوت وده كان على راسه تاج فضل تاج فضل كده طبعا ده لأنه ليه باع كبير فعرضه بتبسيط وفهم فكرة السلوس لدى النصارى ويريتهم بيفهمه وكمان شفت ناس كانوا صحيين واعتنقوا الإسلام ومن أشهرهم الشيخ يوسف أستس وكمان شفت الشيخ المناظرين الشيخ أحمد ديداد والدكتور زاكر والدكتور وديع أحمد فتحي رحمه الله وكمان شفت الأخت الشهيدة كمان يا شحاتة اللي تم إخفاءها في الدير وفيه ناس كتير جدا معرفوش وكان الرسول صلى الله عليه وسلم فرحم بنا جدا كمسلمين جدر المهم كانت الرحلة دي مستيرة جدا وأحداثها كتير إن شاء الله أنا هشرح الرحلة دي بس أنا اختصرت على قدر الإمكان علشان ما أطولش على حضراتنا ودي كانت تاني مرة أشوف فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علشان ربنا يطمنني ويبشرني بالجنة ويقول لي أصبري ولك الجنة ورؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم أما مبارح بقى فكانت شد من أزري في محاربة أعداء الإسلام اللي فاكرين إنهم انتصروا علي وخدت أولادي مني ومسومت عليهم اللي حصل بقى إن كنت وقفة في نفس المكان اللي بشوفه كل مرة كنت لابسة نفس اللبس اللي هو التوب الأبيض الواسع الفتفارج كان بيجرد نفس الخضرة والشمس الزهية اللي هي مفاش حرارة شمس من غير حرارة سبحان الله بس كنت حزينة قوي وقفة حزينة شفت النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنفس المواصفات اللي شفتها قبل كده وحكيتها للإخوة والإخوة أكدوا لي إن ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاي من بإيده معايا سيف ودرع في إيده اليميني ومعايا خوزة في إيده الشمال قرب مني ولبسني الخوزة على روزي وإداني الدرع أنا بنفسي لبسته وهو قفل يعني هو عمل الرباط بتيعمه وبعدين إداني السيف وعملي الإشارة دي معناها تشددي أظن أني معناها تشددي ربنا معاكي وبسع وابتسم ابتسامة جميلة ومشي والرؤية خلصت عليك واضح جدا طبعا إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم راضي عني جدا لإني بدافع عنه في فيديوهاتي لإني عملت أكتر من فيديو وأكتر من حلقة للرد على الشباة اللي أثرها أعداء الإسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومنها الرد على شبهة الطعن في نسب نبي الإسلام وكمان حلقة كانت بأنوان الرد العقلاني على شبهة موت النبي صلى الله عليه وسلم متأثرا بالشاة المسمونة ورسالة عاجلة من مسيحية سابقة إلى القمر الزكريا بطرس إلا رسول الله ودي إشارة من ربنا سبحانه وتعالى لي بيقول لي إثبتي فأنت على الحق وأنا مش هتخلى عنك أبدا وأنا حبيت أبشر إخواني وأخواتي ومتابعي القناة على البشرة العظيمة دي أشكركم جدا طبعا على دعمكم لي وتواصلكم معي ودعاءكم بظهر الغيب وعذروني معلش الفترة اللي فاتت على عدم ربدي على التعليقات فجزاكم الله خيرا وأسأل الله لكم الجنة وما رفقت سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فيوم القيامة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هيستنانا كلنا على الحوت في الجنة وهنشرب من إيده الشريفة شربة لا نضمع بعدها أبدا وفي ناس هتكون عايزة تشرب من إيد النبي بس الملائكة هتمنعهم فالنبي محمد هيعرفهم من أثر الهدور وهيقول الملائكة دول من أمتي فالملائكة هتقوله أنت ما تعرفش دول عمله إيه من بعدك يا رسول الله دول بدلوا سنتك فيقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعدا بعدا سحقا سحقا فالناس اللي ما شفهوش في المنام أكيد هيشفوه يوم القيامة إن شاء الله تعالى فاللهم حشرنا تحت لوائه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته